إذن هذه الثورة المضادة واقعة محالة وتجلد هناك عمليات ممنهجة لتهريب الحرقة نعم لتهريب جزائريين إلى الخارج تدفع لهم الأموال هناك عملية ممنهجة لحرق الغابات وتم التركيز على منطقة القبائل من أجل تحريك الشارع القبائلي ضد الدولة الجزائرية هناك عمليات استهدفت المستشفيات في ظل جائحة كورونا هناك أيضا عمليات لإعاقة أي عمل لمساعدة المواطنين في مجالة الإدارات في مجالة العصابة متغلغلة في دوليب الدولة وهناك من يعمل سواء عن إغباء أو عن ذكاء أو أي شيء هناك من يعملون حقيقة ومجندون لإجهاض هذا المصار في الإدارات الجزائرية وهناك أيضا من يعمل بنوع من الغباء والسذاجة ويعتقد بأن هذا العمل هو الصواب فيساعد هذه العصابة التي تريد العودة إلى الحكم نقول ذلك ونحن نختلف مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كثير من القضايا ولكن إجهاض المسار الدستوري هو هدف الثورة المضادة الثورة المضادة التي كما ذكرنا ظهرت في عدد الدول هناك ثورات مضادة مدعومة من جهات خارجية وهي التي حدثت في سوريا ودائما هي حدثت في سوريا حيث تدخلت روسيا لصالح بشار الأسد وتم صناعة تنظيمات إرهابية محسوبة على القاعدة وداعش وتقولها تدخل في إطار خدمة الثورة المضادة لذلك نجد أن هناك عمل ممنهج من أجل نشر العنف في الشارع الجزائري من أجل اكثار الجرائم في الشارع الجزائري من أجل خلق فتن فتن عرقية فتن سياسية فتن طائفية مختلفة هناك من يحرك جماعات دينية الآن تتشكل وتتهيكل ونحن ندرك مثلا الجماعة الموالية لإيران كيف صارت في هذه الآونة الأخيرة تتهيكل لصالح أطراف معينة لتكون وقود الفتنة في الجزائر نقول بأن يا جماعة بالعودة إلى المسار أن الحراك الشعبي عندما تحرك الجزائري من ضد العهد الخامسة سقطت تحركوا إلى كثير مطالب أخرى بينها التي تحققت وأيضا من أجل سجن رؤوس العصابة وهو الذي حدث أيضا ولكن المطالب الحراك الشعبي ما زالت هناك الكثير لم يتحقق ولكن لا يمكن أن يتحقق بأي طريقة أخرى إلا بطريقة المسار الدستوري والنضال البناء والمعارضة الفعالة التي تغلب مصلحة الوطن على حساب أي مصالح أخرى سواء شخصية أو لأجندات خبيثة وماكرة تحرك الكثير من البيادة لتدمير الدولة وتدمير الجزائر إذن الثورة المضادة القائمة في الجزائر لا يكذبون عليكم إن قالوا أن الإمارات تحرك ثورة مضادة وأن السعودية تحرك ثورة مضادة وما إلى ذلك من الكلام الفارغ الذي لا أساس له من قريب أو من بعيد ما يحدث في الجزائر أن هناك ثورة أو حراك شعبي شعبي قام به الجزائريون في المقابل ظهر هناك حراك آخر حراك مضادة أو ثورة مضادة لإجهاض هذا المسار المتخذ والعودة إلى الفطرة ما قبل الحراك الشعبي العصابة تريد العودة إلى تلك الفطرة من أجل استعادة زمام الأمور إلى نفسها هناك خطاب متطرف داخل حراك الشعبي يريد العودة إلى ما قبل ذلك أو إلى ما الفطرة التي سبقت من أجل إدخال الجزائر في دوامة الفوضى أوضى لأزندات مختلفة ومتباينة وهناك أيضا من يريد ولم يتحقق له أي مكسب يريد أيضا بالعودة إلى الخلف وهو الذي جعل رئيس الجمهورية يقول أن القاترة أو القطار انطلق ولا يمكن العودة إلى الخلف وهذا الأمر أو اجتثاث العصابة أو نهلك دون ذلك واضح من كلام رئيس الجمهورية أن نهلك دونه